تانكي 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 السلام عليكم يا ناسي حلوة عاملين إن شاء الله تكونوا بخير النهاردة أنا حصور الـ Q&A اللي أنا وقت بها على الإنستجرام علش أنا وصلت إلى 10.000 فالور على الإنستجرام 10.000 10.000 فالور واو بجد أريد أشكركم جدا 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 يعني أنا في أقصى أحلامي وعمل ما كنت أتخيل أن أصل ألف فالور حتى فمباركوا 10.000 فالور فبجد المرسيك جدا 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 على دعمكم لي وعلى اللايكس والكومنتات وكل حاجة حلوة أنتو بعتوا هايلي جد يعني كمية الحب والـ الـ اللي على الإنستجرام بحبها جدا وعشان كده أنا بحب اللي أنا بعمله وبحب وعشان كده بحب اللي أنا بعمله وبحب أقدمهلكم فبجد المرسيليك واحد واحد وعارفين موضوع 10.000 يعني رقم كبير ممكن ناس أنا عارفة في ناس عندها أكتر من كده بس بالنسبالي بقول افرد مثلا عملت حفلة على البلادي أو كده واو صح؟ بس فشكرا جدا 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 لكم مرسيب قبل ما تدرك يوني أحب أقول أن أنا عندي فولوورز بيكلموا عربي وفولوورز وأصحابي بيكلموا ما بيكلموش عربي فأنا السؤال اللي جالي بالعربي حاجوبوا بالعربي والسؤال اللي جالي بإنجليش حاجوبوا بالإنجليش وبس جدا يلا نبتدي بجد أنا كنت شوفت بقعة كمية الأسئلة دي لو جالي ثلاث أسئلة يبقى الحمد لله بس جد جالي أسئلة كتير قوية رب أقدر جعوهم كلهم عشان الفيديو ما يكونش طويل وحبتدي مع أول سؤال على الإنستاغرام ببتدي بالحاجات اللي تعرفت كتير ساكنافين عندي كم سنة بتدريسي إيه بتعملي إيه بوقت فراغج بس هدول أهليني أنا مصرية عايشة في هولندا أتولدت هنا في هولندا وعيشت تقريبا عمري كله هنا رحت مصر وانا تسعة سنين ورجعت تاني بعدها بخمس سنين فقعدت خمس سنين في مصر وباقي كله هنا عندي كم سنة عندي حاليا تسعة عشر سنة درسي إيه؟ أنا بدرس يوروبين ستاريز لو ترجمتها كده بالعربي حتى باقتصاد وعلوم سياسي أوروبية بتعمل إيه بوقت فراغج؟ بعمل فاينز عندي كم أخ وأخت أنا عندي ثلاث إخوات اثنين صوبيان وبنت أنا أكبر واحدة عندي رامي تمنتاشر سنة يسر أختي هتم الشهر ده تنواشر سنة وعمر أخي الزغير عند ثمان سنين أنا نسيت أقول لسامي خالص أنا أصفة اللي سألني سام93 شكرا على السؤال سألني كمان مريم ياسين آيام مستم لازم أشكركم يوم نانا يوم نانا يوم نانا شكرا أسئلة سامي بس سألني جاية مصر إمتة إسكندرينية يا جدع شكرا أنا مش حرفة جاية مصر إمتة لأسف منزلتش السنة دي في الصيف لأسف أوي بقالي لوقتي ثلاث سنين منزلتش دي طبعا فترة طويلة جدا فادعو لي يا رب انزلت السنة جاية عشان أنا بموت بحاجة اسمها مصر واني بقالي تمرارتش كده عندما ينفعش فإن شاء الله رب السنة جاية ذاكيريز is asking how long did it take you to learn holandy First of all let me clear something A lot of people confuse Dutch with German Here in the Netherlands we speak Dutch In Germany they speak German So I speak Dutch Dutch is my second mother tongue If you can say that Because I've learned here in school and preschool I speak it fluently When I was little I even spoke I even spoke Dutch more fluent than Arabic So it's the language I speak everyday on the streets Besides Arabic So it took me, I don't know, 3 months in preschool I don't know Huda__12__27 is asking Do you like makeup? Of course I like makeup I really love makeup Why? Because Because I'm not artistic at all I can't paint I can't draw I can't do anything of that So The moment I started experimenting with makeup And seeing the power of makeup I was like oh my god This is amazing I can like draw a line on my eyes And it makes my eyes look bigger So Wow I think it's amazing how a color Or a thing can make me look different And I really love makeup I love my wind eyeliner Cleopatra So I love makeup Yes I love makeup 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 موضوع وصل لانا حتى الوقت اتفرج على يوتيوب لم تفرج على تليزيون خالص بس حتى مستوى التماثم اتفرجتها على يوتيوب ما علينا في يوتيوب كان بالنسبالي حاجة جديدة وحاجة جميلة جديدة ولما لقيت ناس بتعمل الفيديو بتاعتها وتطلقها على شامل بتاعها وتلهم ناس كتيرة او تديم انسبريشن فانا حبيت الموضوع ده قوي بس بالسنة كنت ساعتها كنت صغيرة وكنت خايفة قوي وما كنتش متأكدة من الموضوع ده قوي فلقيت اب بعد كده اسمه كيب برضو اب تنازل علي فيديوز 35 ثانية فبتليت عالكيب وبتليت قولت كيبتي حاجة صغيرة شوية ممكن اكتدي عليها فبتليت عالكيب بتليت اصور نفسي بتليت اخد كومنس حلوة وكومنس كتير اوي وحشة بتليت اعرف الكميونيتي بتاع الفيديوز ده عملك ازاي بقيت اعرف اصور نفسي من غير ما اكون خايفة من الكاميرا وفجأة لقيت عندي 100 الف فولور طبعا اتخضيت ما كنتش متوقعة ده خالص 100 الف فولور وبعد كده بقى 200 الف والتي قربوا يوصلت 200 الف فولور فالموضوع بالنسبة لي رغيب بس وقفت الكيك علشان الكمهور بتاع كيك مزاريب اوي مزار الانستغرام خالص الكيك مش عارفة له كمهور غريب شوية فبطلت انازل علي وكمان كنت بنزل لحاجات سياسية كتير اوي بقى فايا بالنسبة لي اكتشفت الفاين نزلت الاب لقيت في فينرز الامريكان فينرز وكل حاجة ولقيت كمان في ارب فينرز لقيت ملاك بتعمل الفاينز وشريف بيعمل الفاينز ولقيت نسكيل او بتعمل الفاينز فقلت طب اوك انا كنت كده كده بعمل كيكس فبطلت اعمل الفاينز وكانت تشالنج بأن انا من 35 ثانية لستة ثوانية من نسبة لي خطوة جميلة جدا فعمل الفاين على الانستغرام بيت اعمل الفيديوهات 15 ثانية وبود في ال structures بشكل ذو ارب فينرز إلى الفاينز احب الكم درس بشكل اسمكييييات 15 ثانية باامو فينرز ومامة فينرز ولو كنترأت عند مصدقى ناس لتوضربني بيبزل كل جهدك وكل شهر ليس عدد الفا عن Michaela ع incluينا والجه zenera كنت تقول لحد خالص لحد بقى مع يعني الفولور الزاد وكده بقت الناس تشوفني اي ده فاطمة يعني حتى صاحب اي ده فاطمة بتعملي فاينز تباش تقولي و بتاريتها تشجعهم بقى شجعوني شوية تشجعت في الاخر ماما و بابا يعني كانوا في الاول بابا حتف ضحل مش فاين فاين مش فاين ما علينا ماما اكون مش بيتحقوا اوي بس بعد كلا الظاهر ان اتطورتوا بقت فاني والله بقتي فاني يا فاطمة و بقت يعني اعمل فاينز كتيرة و بدقوا يحبوا الفاينز اوي بس ذات ماما بقت تحب الفاينز اللي بقى ملعا لها طبعا متبوصل الى اون كده و بعد كده ابتضحك فاهم بشجعوني اوي على الفاين و ماما كانوا بشجعني بلوقت ان انا بكتيري يوتيوب فامنسيا ماما وامنسيا بابا و شكرا و اخيرا عرفت اضحاكم انت معلم و احنا ملنك نتعلم انت معلم و احنا ملنك نتعلم وضع لي اضا احنا ملنك نتعلم و ابس نتعلمommen و استغنش اي جرج لا! أكيد الacağım اعتقدهم مرة أجل Is the playing game game name W other people enjoy المنزل أنا عشت في مصر خمس سنين سبب أن أنا عشت كده خمس سنين مامتي بابايا كانوا شايفين أن أنا وإخواتي كنا لازم نتعلم اللغة نتعلم العلوات والتقاليد نعرف يعني ايه مصر؟ يعني مش بس اسمي مصري أو خلاص لا أعرف يعني العلوات والتقاليد والحقات دي بس فروحت مصر و كان بالنسبة لي حاجة جديدة خالص علشان أنا مكونتش بعرفة تكلم اللغة كويس كنت بفهم بس معرفش تكلم أوي و كان كل حاجة بالنسبة لي جديدة يعني أروح ألاقي ناس وقفة في طبور إيه ده؟ ناس وقفة في طبور بيعملوا إيه؟ بيغنوا النشيط الوطني مكنتش أعرفه خالص يعني الحاجات دي كلها عشان نعرف نتعلم وكده ورجعنا تاني هولندا رجعت والخمس سنين اللي قضيتم في مصر كانوا أحلى خمس سنين في حياتي وأنا بجعد رجعت لهولندا بس أنا قلبي لسه في مصر أم موي صاوي بيسأل أهلين محمود؟ أي لهجات؟ أي لهجات؟ هنقولها بالفلسطين أي لهجات تاني بتاعك في تتكلمي غير المصري؟ بيديوهات تابعونك روعة لك شكرا للأسف أنا ببعرفش أتكلم لهجات تانية يعني كلمة من هناك كلمة من هناك لك أنا نيلة في اللهجات وبغير قوي من صحابي العرب التانيين اللي بيعرف في تكلمه مصري كده وأنا يعني نيلة بس أنا بحب أتعلم لهجات قوي بحب أسمع وكتب يعني عندي دوكيومنت على الكمبيوتر مغربي سوري فلسطيني وكل حاجة بسمحها أو حدي بيعلمها لي بكتبها على طول فبالتالي بحب الحاجات التي استخدمها في Vines أو أعمل لو حعمل Vines مع حدي عربي تاني يعني أستخدم الحاجات دي فأنا بحب الحاجات جدا وهيك لك خلصنا السؤال هيك ميلا سورورا 29 سورورا 29 هل انت شخص ميلا؟ أو هل انت شخص ميلا؟ أم ميلا يعني ميلا أي أبسى أو أي أعجابي أي أبسى أي أبسى سجة جميلة أنا أستطيع كلمات جميلة لكي ليصلك لكي أسأل لكن التميت تلك كلامك الله سجة ربنا يخليكي ما يحدثي أبسى ما في حياتك وكيف تربيتي وكيف تربيتك خليتك توصل لكده دقيا انا بنت عدية جدا انا يعني والله بنت عدية يعني زي اي بنت انا عزلت كتير يعني انا الاول كنت عايشة هنا في هولندا عشت هنا تسع سنين طفولتي كلها هنا عشت في ظهر الاحداث 11 سبتمبر فده طبعا اثر في حاجات كتير قوي جل عشت خمس حين في مصر ده كان يعني مش قلبة كبيرة في حياتي شفت حاجات جديدة شفت حاجات ما كنتش اعرفها حاجات ما انت بشوفه في الافلام وبس او في التلفزيون اتعلنت لغة اتعلنت ثقافة جديدة ولما اخيرا متعودت على مصر والحياة فيها رجعت تاني هنا طبعا ما كنتش حابة القرار ده بس اتجعت هنا تاني رجعت وانا محجبة رجعت في مدرسة ما فيهاش اجانب كتير في هولندين اكتر كنت زمان بنت خجولة اوى بنت مكسوفة اوى ما بتقفش لنفسها ما بعرفش او فدافع عن نفسي يعني اول سنين لما رجعت هنا مكنتش حلوة بس حسن السنين دي هاي اللي قوتني وخليتني فهمها اللي بتكلم النهاردة بتكلم وانتعم الكاميرا ومش خيفة بتقول رؤياها بكل صراحة فدا انا وابس كده زت زينب زت زت is asking would you ever visit Washington DC Of course oh my god i would love to go to Washington as i mentioned the US is like really high in my list now so if i go i definitely have to go to Washington so yes of course فَرَحْ أَبْجِي is asking what inspires you the most and why My inspirations are people who are very successful People who change the world too They have such a huge impact and I really look up to those people And I wish that one day I get to the point where people say She did an awesome thing So those people are my inspiration This is a 1000,000,000 and I thank you If you were to bring a video in the cinema Are you going to go to the cinema or do you want to go? Why? I will bring a video in the cinema No worries I don't think I am going to bring a video in the cinema But I can't believe in the world If I came to the cinema I will bring a video in the cinema In the world's world مش عرف لو حصل وقال يدور حلو في المحل وفي المهادف ومفيد وورا فكرة وورا رسالة ليه لأ بس أنا مش هكيلي لأ underscore his summer underscore is asking how tall are you by the way I love you yes thank you I love you too how tall am I well that's a very lovely question no I'm joking I am 161 but when I went and got my ID here the man gave me one centimeter for free so officially on documents and papers I'm 162 but in fact I'm 161 and I'm very sure I know واخر سؤال من xo.gyy اي احلى أكل مصرية عنك و اي احلى أكل عربية فود احلى أكل مصرية احلى اي 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 و ادلا اي بحب الفور و بحب الكشري و بحب المحشي و بحب المدخية و بحب البامية و بحب الناس الرائي افكي اسف مدوقتش حاجات عربية كتير في حاجات كتير عايز دوقها زي المكلوبة و المجدرة و المسخن و حاجات كده كتير بس اكلت حاجات كتير قوي من الكوزينة المغربية التعجين الكوسكوس البسطية و بحب قوي التابولة بحب الكب اللبنية بس اكيد لدينا حاجات عربية اكثر لازم يعني الفيديو شكله طويل و كل دا لسه عمله قدرت فكفاءة اسئلة حتى دلوقتي عايزة اشكركوا واحد واحد على كل اسئلة سألتوها لي و شكرا على كل حاجة و تاني على انك واصلتوني لعشرة الكلام خالور و ان شاء الله مستمرين دلوقتي عايزة اقول لان انا عايزة ابتدي على اليوتيوب تاني و اكمل فاقولولي لو انت عندكم اي افكار حطوها لتحت في الكمنت ساكشن و انا حط كل معلوماتي كل الاكاونت بتاعتي في ديسكريبشن بوكس تحت فاقولولي انتو عايزين تشوفوا انا بعمل ايه و ان شاء الله تشوفوا فيديوهات مني اكتر فبس كده شكرا انكم تفرقتوا يارب يكون عجبكوا شكرا سلامات باي باي انا سجلت الفيديو سجلت الفيديو سجلت الفيديو باي 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 ان شاء الله تشوفوا